عشرات القتلى والجرح سقطوا على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق متفرقة من اليمن في محافظة الجوف أفادت مصادر في المقاومة الشعبية بمقتل نحو ثلاثين من المتمردين وإصابة العشرات المواجهات العنيفة اندلعت بين الطرفين قرب منطقة السفراء الواقعة بين محافظة مأرب والجوف عقب تقدم رجال الجيش والمقاومة نحو تلك المواقع لتحريرها من قبضة الحوثيين وفي محافظة البيضاء شن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين في منطقة قيفة رداع العملية أسفرت أيضا عن سقوط عشرة قتلى وعشرات الجرحة محافظة تعز كانت بدورها مسرحا لمواجهات عنيفة بين المقاومة وميليشيات الحوثي وقصف لطائرات التحالف العربي المواجهة أدت إلى سقوط أكثر من عشرة من عناصر الحوثي وصالح يأتي ذلك فيما تمكنت قوات الشرعية من إحراز تقدم باتجاه مركز مديرية المصراخ أما في محافظة مأرب فقد أكدت المصادر مقتلى ثمانية من المتمردين خلال مواجهات شهدتها جبهات القتال بمنطقة جبل عقيب وفي محافظة الضالع قتل مسلحون مجهولون مدير الأحوال المدنية في مدينة دمت العاصمة صنعاء شهدت بدورها سلسلة غارات شنت طائرات التحالف العربي الغارات استهدفت معسكر النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوبي العاصمة تكثيف العمليات العسكرية على أكثر من محور يعكس حالة الجمود التي تطبع المشهد السياسي بعد فشل مبعوث الأمم المتحدة في إيجاد أرضية وفاق لعقد مشاورات جديدة في جناب بسبب تنص للحوثيين من تطبيق مقرارات مجلس الأمن خاصة ما يتعلق بالانسحاب من المدن وإنهاء الحصار المفوض على تعز وإطلاق صراح المعتقلين ما جعل الحل العسكري خيارا لا مفر منه في الوقت الحاضر